بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك عهبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد نسمع كثيرا كلمة يرددها الناس يقولون ما خاب من استخار ولا ندم من استشار ما خاب من استخار ولا ندم من استشار الاستشارة معروفة وهي أن الإنسان يذهب إلى من يثق بعقله وفكره ونصحه له فيستشيره في بعض أموره في بعض شأنه هذه الاستشارة أما الاستخارة فهي علاقة بين العبد وربه والإنسان لا شك أنه عندما يقدم على أمر معين يدرس هذا الأمر من يعني جاربة شتى لكن في نهاية الأمر هو لا يعلم الغيب لا يعلم ماذا سيحدث مستقبلا يعني مثلا زواج أو تجارة مع شخص معين أو سفر إلى بلد معين أو سكن أو شراء بيت معين أو ما شابه ذلك من الأمور كونه يستشير ويسأل عن أهل الزوجة عن الزوجة عن الشخص الذي سيشاركه بالتجارة أو عن البيت الذي سيشتريه لهذا أمر يمكن الوصول إليه من خلال هذه الأسئلة لكن المستقبل أمر غيبي لا يعلمه الإنسان ما يدري قد تكون هذه المرأة صالحة في نفسها لكن لا يتوافقا قد يكون هذا الرجل صالح في نفسه لكنه في التجارة لا يحسن هذا الأمر فالقصد أن الإنسان يحتاج إلى أن يستشير فيما يظهر له في المسلمات والأمور التي عنده ويبقى أمر الغيبي أمر مجهول بالنسبة له فيكل هذا المجهول إلى عالم المجهول وهو الله سبحانه وتعالى الذي يعلم الغيب هو أخفى سبحانه وتعالى أبدا لا يخفى عليه خافي جل وعلا فيكل هذا الأمر إلى الله سبحانه وتعالى وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة الاستخارة وكانوا يقولون كان يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن إلى هذه الدرجة فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا عليها وكان حريصا على أن يمارسها أصحابه عمليا فكان يعلمهم الاستخارة وفي الأمور كلها وعندما يقول في الأمور كلها هذا لا يدخل فيه أمر الطاعات يعني لا يدخل فيه أصلي أو ما أصلي أستخير أتصدق أو ما أتصدق أستخير أحج أو لا أحج أستخير لكن ونت يقول أحج مع هذه الحملة أو هذه الحملة أسافر في هذا الطريق أو في هذا الطريق يمكن لكن في أصل العبادة الإنسان لا يستخير أعصي أو لا أعصي أطيع أو لا أطيع ما فيها استخارة هذه تطيع ولا تعصي بدون استخارة ولكن الاستخارة تكون في الأمور المباحة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم الاستخارة في الأمور كلها فكان يقول إذا هم أحدكم بالأمر هذه قضية مهمة إذا همه ما معنى هم بالأمر معناها أنه إيش استشار وأنه درس الأمر من كل جوانبه وإنما تكون الاستخارة بعد العزم خلاص درس الموضوع وعرف جميع جوانبه الآن يبقى قضية الغيب لا يدري ماذا يكون بالغيب هنا يبدأ بالاستخارة إذا الاستخارة بعد أن يهم الإنسان بالأمر بعد أن يعزم على هذا الأمر يبدأ يستخير الله تبارك وتعالى فيصلي ركعتين من غير الفريضة والأصل في هاتين ركعتين أن تكون في غير وقت النهي يعمث الآن بين المغرب والعشاء بعد العشاء إلى الفجر بين الظهر والعصر بعد ارتفاع الشمس قيد رمح يعني وقت صلاة الظحى إلى قبل أذان الظهر بفترة قصيرة هذه الأوقات لما فيها ينهي عن الصلاة يستخير الإنسان في هذه الأوقات يصلي ركعتين ثم يدعو دعاء علمه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وهذا الدعاء قال أهل العلمي يمكن أن يقوله دبر الصلاة أي بعد السلام لأن دبر الصلاة بعد انتهائها وقال آخر دبر الصلاة أي آخر الصلاة لأن دبر الحيوان منه فهذه مسألة اجتهادية بين أهل العلم ما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم دبر الصلاة هل يقصد آخر الصلاة أو بعد انتهاء الصلاة الأمر فيه ساعة على كل حال سواء قال هنا أو قال هنا المهم أنه دعى بهذا الدعاء فإذا هم بالأمر يصلي هاتين الركعتين ثم يسأل الله تبارك وتعالى فيقول اللهم أني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم اللهم إنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم إنك أن تعلم الغيوب هنا وكل الأمر كله لله سبحانه وتعالى وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله يكل الأمر كله لله سبحانه وتعالى اللهم إن كان هذا الأمر ويسميه اللهم إن كان زواجي من فلانا اللهم إن كان سفري إلى البلد الفلاني اللهم إن كان دراستي في الجامعة الفلانية أو في الكلية الفلانية اللهم كانت تجارتي مع الشخص يسمي هذا الموضوع الذي يريد خيرا لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شرا لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه ثم اقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به شف هذا لجوء كامل إلى الله تبارك وتعالى طبعا الإنسان بعد ذلك يقدم على الأمر وهم غمض مثل ما يقولون أبدا خلاص طالما نوكل الأمر كله لله تبارك وانت دارس الأمر واتهام تريد هذا الأمر قلنا إذا عزم أحدكم إذا همه أحدكم بالأمر خلاص وتروحوا تطق الباب وتقدم لهذه البنت أو تطرق الباب وتتاجر مع هذا الشخص أو تسلك هذا الطريق أو تدخل في هذه الجامعة المهم تعزم على هذا الأمر فإن كان هذا الأمر خيرا لك تجد أن الأبواب مفتحة والأمور ميسرة و دربك خضر مثل مسالك تماما وإذا كان هذا الأمر شر لك وانت قد وكلت أمرك إلى الله تبارك وتعالى تجد الأمور تعسر والأبواب تغلق دونك وقد ترفض في الزواج لا تحزن لا تحزن قل الحمد لله لماذا؟ لأنك أردت أن يختار لك الله فاختار لك لماذا تحزن؟ سواء قدر هذا الأمر أو لم يقدر إلا إذا كنت غير صادق إذا كان لسان غير صادق يعني يقول اللهم إن كان هذا الأمر شرا لي في ديني ودنيايا وعاجلي أمري وآجلي فاصرفه عني واصرفني عنه بس أبيه يا رب أبيه ما قفايد لأنه هنا موكل أمر يا الله تبارك يا بيه طيب فالاستخارة ما صار لها إيش ما صار لهذه تلقيمة يعني لأنه غير عازم النواكل وكل الأمر إلى الله تبارك وتعالى قضية ما يثيره الناس إنه يشوف رؤية أو إنه ينشرح الصدر أو هذا مو بالضرورة هذا أبدا قد يحدث وقد لا يحدث هذا الأمر لكن المهم إنك إذا هممت بالأمر وعزمت عليه استخر الله تبارك وتعالى وأقدم ثم بعد ذلك إذا تيسر الأمر معنى أن الله اختار لك وإذا شعرت أن الأمر غير يعني منسجم وغير ميسر فأحمد الله تبارك وتعالى وقل إن الله اختار لي وتركه وابحث عن أمر آخر هذا ما أقدم في جلستنا هذه موضوع الاستخارة فالآن مجال مفتوح لكم للتعليق أو لأبحاث أخرى تفضل وبرك الله فيكم ترجمة نانسي قنقر